بسم الله الرحمن الرحيم أهل وسهلا بحضراتكم وأخيرا اشتريت حساب الربعمائة ألف في شركة TFT الحقيقة لما جربت قال لسه شريم من ساعة يعني احنا لو هبطنا بالأسفل هتلاقي هادي قوي بيقولك أول فريست تريد من سبعة وخمسين دقيقة فأنا الحمد لله ربنا أكرمني غاية الكرم في هذه الساعة يعني انا اشتريت من ساعة طبعا عمال ما تاخد البيانات ويعني فيه عشر دقيقة كده رايحين هو عمل لي ربعمائة واحد تمنمائة وتلاتين هذا الكلام غير صحيح تعالى نعمل الرفريش كده نشوف هيعمل كام الف تمنمائة وتلاتين تعالى نشوف المنصة انا كذبان الحمد لله خمس تلاف خمس وتسعين خمس تلاف خمس وتسعين ممكن نخليهم ست تلاف يعني مفيش اي مشكلة سكر صفقات كده شوية تمام نسكر بعض الصفقات للوصول الى الست تلاف تمام نواصلهم بس ست تلاف وبعد كده هنشتريتين مفيش مشكلة كده ربعمائة وستة تمام فانا رابح الحمد لله ست تلاف في ساعة فهو طالب كام؟ طالب ستين الف تمام؟ سهل العملية اه سهل العملية طب هو هبط دلوقتي دي طريقة من طرق الاجانب لما يجي اشتغل في حساب زي ده تراجع اربعة وعشرين الف انا طبعا عملت ادد لتراجع وزودت على نفس السعر علشان اخد تراجع حلو فانا اخدت تراجع اه اربعة وعشرين الف هنعمل مية اربعة وخمسين مثلا اربعين تمام؟ ايه اه تعمل هنا تاني اه مية اربعة وخمسين اه ستين اللي هو الايقاف المتدرك تمام؟ وتخلي بقى اتنين استاندر ما تزودش علشان ما يحسب للكش مضاعفات تمام؟ هبط تمام؟ حلو قوي فيش اي مشكلة لما يكون معاك حساب كبير هتعرف تشتغل بشكل اكثر من رائع تمام؟ اه دي اوه احنا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست تمام؟ هنفترض انهم خمسة يعني عشرة ستندر فانت تحسب بقى لو تراجع عليك ميت بيب العشرة ستندر دولت هيخسروك قد ايه؟ تمام؟ لازم تحافظ طبعا فيه حاجة نقطة مهمة جدا في هذه الشرك لما نروح للموقع مرة اخر لما تذهب للموقع هتلاقي هنا تراجع الكلي كاتب لك كام؟ 352 تمام؟ فكل صعود لك في الارباح كل ما انت ايه؟ تراجع الكلي ده بيزيد تراجع سابت وليس متحرك اهو الله 352 انا تراجعي 48000 تمام؟ هنا 376 تمام؟ 24000 اللي هو الديلي تمام؟ 24000 48000 طبعا انا ربحت مثلا 6000 فالديلي اصبح كام؟ 6000 مغري جدا ده عيبه عيبه للمتاجر المشاكس اللي زي حالاتي اللي بيدخل بلوت سايز وما بيخافش مغري للغاية اهو بص هبط تقدر تشتري ثاني خلي بالك ان انت تعرف تعمل في حساب زي ده 100000 دولار في اسبوع انا مش عايز قللك في يوم بس هي تتعمل والله العظيم تتعمل بس اللي عنده قلبه قوي انا اعمال بجمد قلبي اهو تمام؟ هي المشكلة بس Jungle دanan نقص على Euro إين انظ그� author اعمال ينزل معي ؟ بس کميشة بس هبط لا يوجد أي مشكلة لا يوجد أي مشكلة لا يوجد أي مشكلة لكن لديك حدود طبعا في اللوت سايز ليس حدود فرضاء الشركة لديك حدود لنفسك لكي لا تخسر الـ 24 ألف لا يوجد أي مشكلة لديك حدود بلوت سايز كبير نرى الأجانب يدخل بـ 20 ستاندر في المرة الوحدة والله العظيب يدخل بـ 20 ستاندر و 10 ستاندر لا يدخل بـ 2 ستاندر وحاسس لكي ارتكبت جريمة شنعاء بس هي الأفضل بحيث أن تعمل متوسط سعري وبتمسك اتجاه بتمسك اتجاه مجرد ما امسكت اتجاه خلاص انتهى الأمر بص صعد بص حاجة الحساب الكبير ده والله العظيم نعمة كبيرة جدا حاول تسعى انك تملك حساب بـ 400 ألف هيفرق معك يعني بشكل غير طبيعي ان شاء الله بص ايه ده ايه ده يا جماعة ايه ده ايه ده يعني انا مش متعود على الكلام ده انا اعمل اتنين ستاندر بصراحة يعني اتنين ستاندر وعمل اخ ادخل وازود ايه الشغل ده اه اتنين مية واثنين ماشي اللي هو الأرباح تراكمية حاول اللي انت اعملت بتزود تفاهم اه مية وعشرين فيش اي مشكلة حاول قدر المستطاع اللي انت على طول تقلل اللوت سايز اللي انت فتحه اه بص راح بص حاجة حاجة جميلة بتكسب المية دولار بص في ثانية في ثانية ثانية اللي ثانية بتكسب المية دولار في الحساب ده حساب موزل يا جماعة انا منبهر انا كعلي يوسف منبهر وده على فكرة ده الشغل بقى بتاعي ده الشغل بتاعي احنا كنا بنكسر الدنيا في الزلو تريد وبنعمل عدد نقاط غير طبيعي وارباح جنونية فهم جولي في ملعبي اديني تراجع خلي بالك اديني تراجع واي متاجر بيشتغل بالهاي ريسك عايز تراجع تراجع يومي وتراجع كلي علشان يقدر يدي انتاج تمام طول ما التراجع بتاعك قليل هو حجمك في مسألة اللوت سايز حجمك في المتوسطات حجمك في حاجات كتيرة قوي مكتفك مأيدك مش عارف تشتغل لكن الشغل ده طبعا الشركة انا شفت طبعا داشبورد الخاص بيها هي بتسمح بالكلام ده انا فجئت ان هم بيسمحوا بالكلام ده فانت بتسمح بالكلام ده طيب اديني بقى ارباح اللي انا اعملها معاك اديني ارباح تحمل ما سيحدث لك من علي يوسف حيث انا فرصة يا رب احساب الربعمئة الف ده لو جه لاني عند تصور اه لأ ممكن اوصل بإذن الله يا رب ان شاء الله اسحب منهم ساحبة حلوة قوي تمام بس هي عايزه ايه واحدة واحدة وحدة واحدة كما قلت كتاب 1 2 3 4 5 6 تمام؟ لو بصيت في الداشبورد الخاص بالأجانب شفت الستة دولار انت هتقول لي ايه ده؟ ايه المغامرة اللي انت عملها؟ الولد جون بيدخل اللوت سايز الواحد بثلاثين ستاندر انت بتتكلم في ايه؟ هو ده الشغل بتاع الربعمائة الف اه ممكن تشتغل زي بقولوا ريسك بسيط خلاص اشتغل ريسك بسيط بس مش هتعمل الربح اللي انت متقيله يعني مش في ساعة هتعرف تعمل ستة الاف دولار تمام؟ هي ديت انت عايز ريسك بسيط اه بس هياخد معك مدة انا برشح الريسك البسيط اه انا بحب الريسك البسيط في الحسابات التانية لكن حساب تراجع اربعة وعشرين الف واليومي وتراجع الكل اه ثمانية وعربعين الف وهتكي تقول لي اشتغل فيه اه بواحد دولار واتنين دولار وخمسة حتى لو عقدت استندار مش هقدر هتحملها تمام؟ لان السوق فيه فرص تكلق اه 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 رجع تاني اه رجع تاني اليوروين ده مالوش حل. خلينا بقى بص هنا اللي سطوب بعيد. هنعمل كده كم صفقة سطوب بعيد. اهي. خليها مية تلاتة وخمسين ستين. سطوب بعيد. خليها مية تلاتة وخمسين اربعين. احنا كده عملنا يعني لطات كتيرة جد. تمام? انتظر بقى الحلقة الثانية من تجربة هذه الشركة. اقول لك انا وصلت بربح قد ايه. فالحمد الله البداية مباشرة ستلاف دولار. ان شاء الله نربح اكتر من كده بكتير. شكرا جزيلا بالتوفيق ان شاء الله. وهتلاقي فيه الديسكريبشن الرابط الخاصة بهذه الشركة عزرا. وايضا الديسكاون اللي انا دخلته كان عشرة بالمئة. اللي هو شعر اتناشر ده حتى سبعتاشر اتناشر. فانت حاول تدخله لو معك فلوس حساب الربعمية. الفرص كتيرة جدا في السوق وبصراحة حساب ممتع. انت شايف اوه. انت شايف. اللي هو انت عمال تكسب خمسين دولار ستين دولار مئة دولار. فتلاقي اعمال. الحسابة بتحسب. تمام. خلينا كده طيب. الآن ما يوصل لعشرة الاف. خلينا نعملكو جزء تاني ان شاء الله. لما اوصل به. ان شاء الله خير. شكرا جزيلا وبتوفيق.